اشتركوا في القناة في مقدمتها مشكل الغلاء الذي اضر كثيرا بالقدر الشرائية للمغاربة ووفقا للمصدر ذاته فان جهودا داخل مكونات الحكومة تبذل من اجل ايجاد حلول اهنية تكون كفيلة بالتخفيف من الاطار الاقتصادية السلبية التي خلفتها تداعيات الحرب الروسية الاوكرانية والتي اكتوى بنارها المواطنة المغربية البسيطة هذا ويرجح ان تعرف الايام القليل القادمة اتخاذ قرارات تهم بشكل مباشر تحسين القدر الشرائية للمواطنين عبر تخفيض اسعار عدد من المنتجات وخاصة البترولية منها هذا وفي خبر اخر اعلنت الجزائر اليوم الجمعة رفع تجميد عمليات التصدير والاستيراد مع اسبانيا بعد تجميدها سابقا على وقع ازمة دبلوماسية بين البلدين وقالت الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية في وثيقة موجهة للبنوك الجزائرية ان اوامر منع عمليات التصدير والاستيراد من وإلى اسبانيا ومنع عمليات التوطين البنكية قد تم تجميدها ويأتي رفع التجميد بعد نحو شهرين من وثيقة التاسع يونيو التي جمدت على اثرها التعاملات التجارية الخارجية بين الجزائر واسبانيا ويذكر ان الجزائر علقت معاهدة الصدقة وحسن الجوار والتعاون مع اسبانيا المبرمة منذ اكثر من عشرين عاما فيما استدعت الخارجية الجزائرية سافيرها في مضريدة من اجل التشاور في شهر مارس الماضية على خلفية الموقف الاسباني الاخير الداعم لمقترح الحكم ذاتي الذي يتبنه المغرب لحل الازمة المفتعلة حول الصحراء المغربية نشكركم على حسن المتابعة الى اللقاء